رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع عبده على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا طلبتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تبصروا من الصلاة إن خبتم أن يفتنقوا الذين كفروا إن الكابرين كانوا لهم عنوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقرت لهم الصلاة فالترهم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولدأت طائفة أخرى لم يسلوا فليسلوا معك وليأخذوا حضرهم وأسلحتهم وإذا الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيبينون عليكم ميلة واحدة ولا تناه عليكم إن كانتكم أبا من مطن أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتهم واخذوا حضرهم إن الله عد للكابرين عذابا مهينا فإذا قطيتم الصلاة فالفكروا الله قياما وعندهم وعلى جهودكم فإذا قطيتم الصلاة فالفكروا الله قياما وعندهم وعلى جهودكم فإذا أطمأ لنتم قاطروا الصلاة إن الصلاة كانت على المنهين كتابا مرضى ولا تهموا في ابتقاء القوم إنهم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أعنى ونزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تبعي الظالمين حصيما واستغفر الله إن الله كان خفورا رحيما ولا تجاني عن الذين يخجانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أبيما يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من الققول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنه اليوم فمن يجادل الله عنه يوم القسامة أمن يبق عليهم وكيلا ومن يعمل سهورا أو يضلل نفسهم كما يستغفر الله يدل الله أطمورا رحيما ومن يكسر إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرد به بريئا فقد احتمله جادا ويقوم بنا ولولا وضر الله عليك ورحمته لأما الطائمة منهم أن يذلوا وما يذلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الهتامة والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فكر الله عليك عظيما